نوزل منخفة جوي أطلسي جديد يباغت الجميع في أواخر أكتوبر نسأل الله التبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناتنا طقس الفلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر طور عبد الوطن أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكلام مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب خلال توقعات يوم السب 19 أكتوبر 2024 فبإذن الله سنعطيكم آخر التفاصيل والمستجدات وكذلك المنخفة جوي المناطق المعنية بالإضطرابات والأمطار الخير القادمة إن شاء الله بتغييرات مفاجئة وقوية ومواجزة خلال الأيام القادمة بعودة منخفة جوي أطلسي إلى المغرب إن شاء الله سنعطيكم توقعات دخول الأمطار والمناطق المعنية بالتفصيل فقبل الأخذ بالتباصيل إخواني الكرام فإذا كنت ذو شاهد لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة فأبغيت أي واحد شاهد الفيديو درنا اللايك لإجازكم بالخير فإن اللايكات وفقد أذكركم أن أعرف بأنكم تنسون عمل اللايك فقط إخواني الكرام بالنسبة لتوقعات يوم غد السبت فمن المتوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء مستقرة إلى قيلة سحب مع تقدم منخفة جوي عملاق قطبي محملة بإضطرابات جوية ومن المتوقع إن شاء الله دخول منخفة جوي أطلس إلى المملكة خلال توقعات يوم الأحد فتشير نماذج العالمي احتمال ارتفاع في درجة الحرارة من المتوقع بداية من يوم السبت والأحد خلال يوم الاثنين واحد وعشرون أكتوبر تشير نماذج إلى اقتراب منخفة سنرة إذا كانت ستدخل هذه الطرابات الجوية بالنسبة لأيام البعيدة المدى فتشير إخواني العزاء إلى احتمالية دخول الترابات الجوية وأمطار الخير يوم الثلاثة اثنين وعشرون أكتوبر تبدو أجواء نسبي مستقرة إلى قيلة السعب أما بخلال يوم الأربعة فمن المتوقع كذلك أن تكون الأجواء نسبي غائمة للواجهة المتوسطية قد تعطي بعض الترابات الجوية والعواصف الرعدية إخواني كرام خصوصا في الفترة المساء على مناطق مراكوش وكذلك تباينت ومناطق أكيمدنو أمزميزو إيمنتانوتو سيديبو أتمان وإيملشيل وتباينت وكذلك تنفيد وزاو الشيخ وتساقطات مطرية محتملة على تطوان وسبتة ومناطق شبشاون وإيساق أمطار وزخات رعدية يتوقع أن تستمر في الفترة الليلية على مناطق ميدلت والتونفيت وإيملشيل وسول مع احتمال تساقطات تلجية التي تباينت كما تشاهدون باللون الأبيض أمطار وتساقطات تلجية متوقعة خلال اليوم الأربعاء 23 أكتوبر ويتوقع استمر أمطار الخير على مناطق قدير بوشيبة موروكش أوكيمدن وآمزميز وإن شاء الله خلال يوم الخميس من المتوقع استمر بعض الأجواء الممطرة وتساقطت ضعيفة محليا خلال توقعات يوم الخميس أجواء كذلك غير مستخرة مع بعض الترابات الجوية المتوقعة على العديد من المناطق المملكة ولكن تبقى ضعيفة ومتفرقة خلال يوم الجمعة 25 أكتوبر فمنه متوقع إن شاء الله اقتراب منخفض جوي أطلسي محمل بإضطرابات جوية وأمطار الخير وإن شاء الله فيتوقع تعرف العديد من المناطق المملكة تساقطات مطرية بإذن الله وبداية من يوم السبت والمناطق المعنية يوم السبت فادي مجرد بداية لدخول منخفض الجوي فهي تطوان أصيلة وشفشاون العرائش الحسيمة وإيساغن وتونات وأكنو القرية ابو محمد وسيد سليمان سيد علال التازي والزان وكذلك للاميمون والاقصر الكبير وعيل البيضع وكذلك ببرد وشفشاون ووادلو وتساقطات مطرية متوقعة بإذن الله على القنيترة وأمطار وقطارات على الرباط وصخيرات وعين عودة وبن سليمان والمحمدية والرماني والمعازيز أمطار خضعيفة وراء القطارات على الخميسات وكذلك القارة وبرشيد والتربدة وبوسكورة مع مرور الساعة إن شاء الله في يوم كذلك السبت في توقع اقتراب هذا المنخفض الجوي من المملكة وفي فترة الصباح فهي توقع بإذن الله أن تشهد المناطق الشمال الغربي للمملكة والجيش الشرقية تساقطت مطرية المناطق تنجة والشرفات وتطوان ويدلو وكذلك عصيلة والعرائي الشفشون وباب برد القصر الكبير عيل بيضة وكذلك مناطق أونانا ووزان لللميمونة مشرب القصيري جلف البلحة وقرية ابو محمد وتساقطات متوقعة على أيت منصور وكذلك الدار القداري وسيد سليمان والقنيترة وامطار معتبرة إلى ضعيفة على الرباط وعين عودة والسخيرات والمحمدية وكذلك بن سليمان والطار بيضاء والقارة والمحمدية وبوسكولا وكذلك مناطق أبلي رجديد والجديدة وسيد بن نور والوالدية والصويرة ومن المتوقع امتداد للترابات الجوية تدريجيا وخصوصا في الفترة بعد الزوال على العديد من المناطق المملكة لتصل مرتفعة الريف والهداب الفوسفات والجهة الشرقية والمناطق المعنية فهي مناطق جرادة وبركانة والسعيدية وكذلك مناطق زايو إن شاء الله وآقليم والعروي والناظور وامليليا وكذلك أمطار حاضرة إلى التريوش ومناطق أكنول والحسيمة أمطار حاضرة على مناطق إيساقن بابرد وكذلك تاونات إن شاء الله وكذلك مناطق المسيلة تساقطة حاضرة كذلك على مناطق تيسة تساقطة حاضرة على واد إمليل وتازة أمطار الخير متواصلة على مناطق صفر وفاس وولد عابد واتهلة وكذلك مناطق مكناس أمطار الخير متواصلة على دوار المسامدة وامطار الخير متواصلة على سيدي سليمان واجرف الملحة والمشرع باللقصير وأيت منصور لللميمونة واللقصار الكبير وكذلك العرائش وأصيلة والشرفات وتنجة وتطوان وامطار الخير متواصلة بشكل معتبر على مناطق القرنه ترى خير كبير قادم إلى المغرب وعلى مناطق الصخيرات والريبات والمحمدية وبعض الزخات المطرية المتوقعة للريبات وكذلك مناطق بن منصور أو بن ناصر ورس العين وكذلك خنيفرة أو خريبقة وكذلك إن شاء الله واتزم وامطار متواصلة على جيسر بإذن الله ومناطق البروج تساقطات مطرية على بنغرير واليوسفية تبقى أمطار معتبر إن شاء الله وعودة الترابات الجوية وبإذن الله في فترة الليل في توقع استمرأ أمطار الخير وعلى المناطق التالية على مناطق فاس وسأعطيكم تراكمات الأمطار خلال أيام القادمة أمطار متواصلة على مناطق تهالة وتونات وفاس ومكناس وإفرانس كونمتاز وخنيفرة وزود الشيخ ومناطق الناظر وبركان والحسيمة وبالنسبة لتراكمات الأمطار خلال أيام القادمة مشاهدين الكرام من المتوقع خلال عشر أيام القادمة تراكمات مهمة على مناطق الشمال الغربي للمكة بدخول جبهة مطرة ومنخفة جوية تسيق تصلت كمية التساقطات المتوقعة إلى أزد من 20 مليمتر والمناطق المعنية بالتساقطات المطرية المعتبرة فهي كالتالي فهي مناطق طنجة والشرفات وتطوان ويدلو ومناطق عصيلة والعرائش لقصر الكبير العيل البيضة والزال لللميمونة وكذلك أمطار حاضر على الدرق الداري وسيد سليمان وجرف الملحة وقرية ابو محمد وسخيرات إن شاء الله والقنيترة وعين عودة وامطار ضعيف على مناطق الرباط والطربيدة والمسيلة بعد القطرات على بن سليمان والرماني أمطار متوقعة كذلك على المرتفعات وخصوصا على المناطق بالشيل وتبينت وأزيلال وتومفيت وأسول والطرابات على أوكيمدن والمناطق المجاورة ومن المتوقع كذلك للنماذج الأوروبي والأمريكي فاحتمال إن شاء الله دخول الطرابات الجوية في أواخر شهر أكتوبر فادي التوقعات ما زالت بعيدة البناء وقابلة للتغيير باحتمال تساقطات تلجية كما ذكرنا لكم في آخر تحديث للنموذج الأوروبي احتمال دخول الطرابات الجوية بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة أما بالنسبة للرياح فاحتمال تكون بعض الرياح الناشطة على السواحي الغربية وعلى الجديدة وأسفي واليوية الصورة وأسفي وكذلك على مناطق بوجدون والقاليم الجنوبية الملكة والعيون ومناطق الداخل ستعرف بعض الرياح اللقوية تحية طيب الجميع